اكتب اسم المركبات الاتابة النظام الايوباك تمام ده تدريب لطلابي انتو لوحدكم حضراتكم هتحلوه المثال التالي برضو ده مثال حضراتكم هتحلوه ده تدريب بالنسبة لكم على القاود احنا قلناها المثال التالي نفس القصة بالنسبة لنا ودي المثال الرابع ده كلها امثلة حضراتكم هتحلوها وده كده يعتبر دي المثال ايضا كتدريب دي كلها كده امثلة لكن المثال ده ايه ديت احنا خدنا حاجة اسمها القيل الكان انتزع من هزارة هيدروجين ده شكة الفاتي مجموع زرية الفاتية في بقى حاجة اسمها ارايل اي ار اذا شك الاريل ده شك الناتج من انتزع ايه اتش من مراكب اروماطي احنا قلنا عندنا المراكبات الاروماطية تحتوى على حلقة بنزين او اقصى اذا حلقة البنزين اللي عبارة عن سي ستة اتش ستة اهي اه دي البنزين هو ده كده سي ستة اتش ستة لما انتزع اتش من حلقة بنزين يديني القاتي يعطي القاتي ادي حلقة نقصة اتشاية اتشاية اللي عبارة عن سي ستة اتش خمسة وده الربصة النقصة دي اسمها ايه اسمها في نايل يبقى الفي نايل هو شك الاريل الناتج من انتزاع اتش من حلقة بنزين يبقى دي اسمها في نايل وانا اخدها تفصيليا تفصيليا ان شاء الله لما اجا تتكلم عن المراكمات الرغماطية لكن انا ابتناه بشكل سريع بشكل سريع عشان نستطيع ان نسمي هذا المراكمة اذا حالة بنزين ناقصة اتش تسمى في نايل طيب اذا انا عايز اسمي هذا الهايدروكاربون او هذا الالكان طيب ادي واحدين ثلاثة اربعة خمسة اذا اطول سلسلة هيديوركاربونية تحتوى على خمسة كاربون خمسة كاربون يعني بنتان الله طب بعدين في نايل في نايل قلت سنائي في نايل في نايل تمام ارقم بين واحدين ثلاثة اربعة واحدين ثلاثة اربعة من اي طرف التركيم واحد اذا اتنين فاصلة اربعة شرطة سنائي في نايل بنتان هنا يبقى إذن المسمى بنفس السيمترية حضرتكم أنتو هتسموا يعني عندي قناعة شخصية قلنا كل التركات وكل التحورات الخاصة بتثبيت الألكانات أكيد أمنيجي نسمي ألكين أو ألقين هنطبق نفس المفاهيم بإستماع بعض التحورات الطفيفة